اشتركوا في القناة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار التي تشهدها المملكة العربية السعودية في ظل قيادته الحكيمة وأعرب سموه حفظه الله في البرقية عن اعتزازه بما يجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وشعبيهم الشقيقين من روابط أخوية وثيقة وراسخة ممتدة عبر التاريخ وما تشهده مستويات التعاون والتنسيق المشترك من تقدم ونماء على كافة الأصعدة مؤكدا سموه حرص مملكة البحرين الدائم على مواصلة تعزيز وتطوير مسارات التعاون والعمل المشترك نحو مزيد من التكامل مع المملكة الشقيقة في ظل الشراكة الاستراتيجية القوية التي تجمعهما بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة ويعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين منوها سموه بهذه المناسبة بنهج المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وتوجهها وسعيها نحو التنمية والازدهار الاقتصادي في المنطقة بما يخدم تعزيز الأمن والاستقرار والسلام للجميع كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة ترجمة نانسي قنقر